تمام تمام تمام. حضرتك أنا وليد السيد إبراهيم. الشهير بوليد نوبل. وأنا صغير كنت ذاكي جدا وكنت نبغى في العلم والعلوم. عشان كان سموني الاسم ده. حضرتك مسألتنيش إيه الفرق بين العلم والعلوم وهم يبانوا واحد على فتحة. اه ،يه الفرق صحيح يا وليد؟ يبان أنه ده جمع عادي يعني علم وعلوم. إنما لا، العلم في الرأس معروفة. إنما العلوم في الكراس. لا العلوم مش في الكراس. العلوم مادة دراسية. زي الدراسات الاجتماعية وزي التربية والوطنية زي الرز والملوخية كل دي كل دي مواد زي الطعمية والمهلبية الطعمية لسه منزلش في المنهج اه لسه اه عشان ناية شوية ايوه طبعا طبعا ما تفتحوش نفسنا بقى يا جماعة تاكل حاجة تحب تاكل حاجة اه حضرتك طيب ممكن افهم انت يعني انت علم في ايه انا علم في حاجات كتير جدا انا اصلا مخترع مخترع انا مخترع ايوه اخترعت ايه حضرتك انا قبل ما ايجي اخترعت حاجة زكية جدا اللي هي ايه الكرافاتة دي يا عم بقى عط ساكت بقى ما كل الناس لابسا جرفطات بقى ده اللي باين انما الحقيقي ان الكرافاتة دي تحمل في طياتها انبوب ماذا يفعل هذا الانبوب حارتك دلوقتي نازل في عز الحر عطشان عايز تجيب مية عايز تجيب مثلا عصير زحمة صح مش تعف تشيل كل الكلام ده ممكن نحط كل حاجة في هذا الانبوب ايه ده اه اه اهو بص بكل بسات طلع الكرافاتة وتشيب منها اه عادي جدا عادي جدا سدق انا مخدتش بالي جدا ايه ما هو ده الزكاء ان الحاجة مبانشي طب دلوقتي مثلا لو احنا نفترض ان احنا عايزين نحط اكل في الكرافاتة دي ايه ده هينفع مش هتكفي طبعا صغيرة جدا اه 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 اخترع لك كفية كفية تحط فيها السندوتشار اللي انت عايزه تاكل منها تاكل من كفيتك عادي ياه اه اخد من كفيتي زي شبطة العرمية كده بدل ناكل من عرق وجبيني باكل من كفيتي عرق ايه بس ده يعني شيء مورف اه ما صحيح هيبقى الاكل ريحته عرق انما تكل من كفية رشوه برفان وكل زي ما انت عايز ايه ده ده ما شاء الله عليك ما شاء الله الحمد لا لا ده يعني انا مش عايف اقولك ممكن اشوف ورقك اه طبعا اتفضل ايوه وانت ده اللي اخترعته يعني وانت مسافر برا عشان الاختراع ده لا لا ده اختراع بسيط جدا ممكن انت بالاختراع عبقاري لان ينهر ابيض ينهر ابيض يا سيدي ابيض والله اخضر ينهر ابيض يا اساس خلص بس حارتك انا اخترعت هذا الاختراع اللي هو ايه اللي هو يبدو انه هو علبة هدايا عادي ما انا كنت فاكرك جايب لي هدايا لا يا فندم مال ده ايه هذا يدعى الميكرو بيف اسمه الميكرو بيف هذا خطأ شائع لا يا فندم هذا مايكرو بيف ايه الفرق بينهم الميكرو بيف بيشتغل عن طريق كهربا وبيطلع موجات فوق البنفسي جية اه وبيسحب كهربا كتير قوي حصل انما الميكرو بيف جهازي بيشتغل عن طريق اللحمة تدخل له لحمة يطلع لك موجات فوق الزركاء وتحت الصفراء ولما ندمجهم يطلع لنا موجات خضراء اه ترجمة نانسي قنقر